مرحبا 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 رجعنا في الآلفابت الالفابت بوشتابن التي كنا تعرفنا عن هذه الكلمة في الفيديو قبل المهم في الفيديو لا تنسى تابوني اكتفي لك لا شبه يصلك كل فيديو جديد اليوم سنقرأ الحروف المركبة في اللغة الالمانية لذلك لنبدأ في الفيديو قبل كنا تعرفنا على هذا الحرف اللي هو اس تسيها اللي قلنا ننطقها ش لا تتفكروا قلنا الاس تسيها ينطق ش لكن بالنسبة للحرف تسيها هذا تسيها مرات ننطقها خ ومرات ننطقها اس ومرات ننطقها ش وانتنا ننطقها خ من يكون قبله قبله هنا نقول زا خ طو خن تو خ هنا من يكون قبل هذا الحرف ننطقها خ كما تعلمنا الحرف قلنا بوخ وانت منطقها من الاس تجي بعده ما قبل قلنا هنا قبله وانتنا نقوله بعده على الغت سيها من يكون مرات الاس ننطقها كما هنا شنقوله زاكس زاكس اللي هو رقم ستة وحرف وانتنا نطقه ش من يكون مرات الحرف اللي بقاو ما عدا او او إي ي أ ا و marque ا委 ان غ او 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 اج أشتس إش فليشة لشة بوشة أويشة بايشة فانشل دوخشة ميني جمور قبله كهذا الحرف ننطقه شو سما إحنا على واش نعقله بنسهل عليكم كيكون قبله آ أو أو ننطقه خا ما كاش آ أو أو قبله كان آ أو ملاوت ننطقه شو آ أو ملاوت شو آ أو ملاوت شو كذلك الحرف اللي تطقه وانتا ننطقه K مني تكون الاس مراه مراه سما اس سيها ومبعد جيل اس هنا ننطقه K زكس كان هذا بالنسبة للحرف سيها ننتقل الى الحرف الأخرى نبدو بالحرف ذي رهم خاصين نبدو اس بي اس بي ننطقها شب مني يكونوا في رحبات الماكا لاسقين شب على سبيل المثال شبيلن 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 هنا يا اس تي ننطقها شت شتول 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 نزيدو حرف آخر تسي مع الكا ننطقها كا اسما هادي من تدخل على الكا ما غديش تقطر عليها غديش تقطق كا كما هنا يا غوك زاك غوك زاك تاني كنا تجا كتا قرينا في الفيديو الأول الحرف قلنا بلي هادا اسمه كو بعدها دلتكم مثال على هادا الكلمة كفا لي تايت قلتكم بلي كو كفاليتات هادا وحدة مني يكون وحدة نقولها كو بسح مين يقولي هاك الكو و او نقولو كفا نزادت معها ا كفا نزادت معها او نقولو كفو كما هنا يا هادي ما نقولوش كو دغات ولو شتيبانك غدي تنبقوها النطق الصحيح لي هادي الكلمة هو كفادغات كفوتا ونفس الشيء مع الكلمة اللي تعرفنا عليها هي كفاليتات صحيح تما مين يكون وحدة ها نقولو كو مين يقولو كفا هادا ها كفا هادا او كفو نزادو نتعرفو على حروف مركبة اخرى ركزو معي بيان هادي هي الحروف الاخرى اللي احين نتعرفو عليها هي عبارة حروف مركبة من اللي فوايال مقبل كنا نشوفو اللي كونسون مركبين كنا نشوفو اللي فوايال نبدو اي اي هادو اللي دو اللي اي والاي ننطقهم اي على سبيل المثال اي 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 ا هادي إي وهادي إي هنالك هنقول فيا فيا صايف هنالك فيا نزيدو الثاني رماركيتو باللي من قرينا كلمة غيش تيش ما قلناش غيش تيج ما قلناش غيش تيج ما قلنا غيش تيش باسكو الإي و الجي من يكونو فلافن كيما هكا ننطقهم إيش ننطقهم إيش إي بلس جي إي بلس جي فلافن تعال خلما نقولو إيش كيما غيش تيش ولا فيش تيش فايف همنا ثاني قاعدة أخرى جي من يكون مراها من يكون مراها الأو الأو أغ والإي من يكون مراها الأو والأو أغ والإي ننطقها غي كما تعلمناها في الحورة فهنا شنقولو فيش تيجر ما نقولوش فيش تيش هنا فيش تيش مراهي وحدها هنا فيش تيش كي راهي وحدها مع تالي بصح لفز زدنا لها أ ولا أغ والإي أغ راح نقولو فيش تيجر تاني مرات نطقوها كا هاد الإي جي وإنتا نطقوها من تجي مراها ليش كونيك ليش من تكون الإي جي و مراها ليش بصح لح نقولو لها كا كونيك ليش سمي لك أول نعادو نفكرو كي تكون فلافان وحدها إي جي نقولو إيش ومين تكون مراها أ أ أ ر إي نقولو غي غي فيش تيجر ومين تكون مراها ليش ليش وننطقها كا كيما هنا كونيك ليش كونيك ليش سمي لنا هنا كونيك ليش مين تكون مراها ليش نطقها كا صحيح عن هذه الثلاث حالة الحرف يرى هنا الآ والجي كيما هنا هاد هاد الكريمة هاد آ جي وهو آ غي مانقولوش كوتن تاك مانقولوش تاك تاك مانقولو تاك بالكا الآ والجي مانقولوش آج مانقولو آك كيما هنا تاك تابون آ بل جي ننطقها آك تاك والقاعدة الأخيرة هي دي أم أن دو إز تي الآغ دي من تكون في نهاية الكلمة ننطقها تي على سبيل المثال شتوني ننطق هادي أونت ما نقولش أوند نقول أونت تاني كلمة أخذ أخرى رجا قوتها لك أرى شوكو لها بلاسا فخمت ما قلتش فخمد قلت فخمت فخمت تمدين مين تكون في نهاية الكلمة ننطقها تي اليوم سوف أكملتكم للتروة بارتي تاعد الدرس تاعد دس ألفابة ولادي بورش تابن تعرفنا عن النطق التحون تعرفنا الحروف المركضة والحروف اللي زيدين اللي غادي تشوفوهم غيف اللغة الألمانية تشوفوهم لدينا نحن نتعرفو نتعرفو لدينا الدرس أخر أتنان 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 تشوفوه